تحولت ساحة المسجد الأقصى المبارك إلى ساحة حرب في اليوم الربع عشر من شهر رمضان باستباحته والاعتداء على المصلين الصائمين وعتقال المئات منهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أقال الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس المحتلة إن توقمه تعاملت مع 160 إصابة على الأقل بسبب المواجهات التي دارت في باحات الأقصى واستمرت لأكثر من ست ساعات حيث استخدمت قوات الاحتلال قنابل صوتية ودخانية وهراوات وأعير مططية لإخلاء الأقصى من المصلين